اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في برج الثور بعد قليل في عنا خلوم مسار ورح ينتقل القمر للجوزاء القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل اليوم عدم البدء بأي شيء جديد يعني من الآن لغاية منتصف الليل أما من بعد منتصف ليل الأحد على الاثنين القمر رح يصير في منزلة الهنعة لأنه القمر رح ينتقل لهاي المنزل الساعة 12 ودقيقة بتوقيت جرينيتش وهي منزلة الهنعة هي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول القمر الآن طبعا في برج الثور زي ما حكينا موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الأحد في زاوية الآن بدأ تأثيراتها هي زاوية التثليث الإيجابية لبين القمر وبين بلوتو واللي ذروتها ساعة 42 دقيقة حصرا بتوقيت جرينيتش يعني بعد 42 دقيقة من بث الحلقة ذروتها يعني هي بدأت ورح تستمر لغاية ساعات الصباح هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 42 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش اللي هو من مساء اليوم الأحد ورح يستمر حتى تمام الساعة 3 و 47 دقيقة بعد العصر لا يستقر الخمر بعدها في برج الجوزاء هذا بيعني أنه الفترة هاي اللي ذكرناها لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو كطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني طول اليوم أو من الساعة 43 و 47 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش من اللي هو بتوقيت الأردن أو العراق أو الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد القمر خلاص رح ينتقل ويستقر في برج الجوزاء يعني رح ننشط اليوم باتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا طبعا اليوم في زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية اللي بين الزهرة وبين المشتري وهاي طبعا رح تبدأ تأثيراتها ابتداء من اليوم ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم أربعة ثلاثة ذروتها يوم اثنين ثلاثة فيه تمام الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل طريقة التعامل مع الآخرين وتفاهم معهم كما بتسهل علينا إقناعهم حتى ولو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل كذلك بتعزز الذائق الفني والقيم الجمالي لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك مثل الفن والديكور وإلى ما لا نهائي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس والتي تأثيراتها بتبدأ من منتصف الليل ولغاية ساعة المساء هي زاوية التربيع مع بين القمر وبين الشمس ذروتها ساعة ثمانية وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينج بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام ساعة ثمانية واربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون دروتها ساعة ثنتين وسبع دقائق عصرا بتوقيت جرينج يعني تأثيرها طيلة النهار ولغاية ساعات المساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن ممكن عمل فحوصات أو أخذ علاجات أو الاهتمام فيهم اللهم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنبيب الشعب الهوائي والرياتين ووصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هدول الأكثر حساسية خلال هذا اليوم بالنسبة لعمليات جراحية يوصى بإجراء العمليات الجراحية لكافة أعضاء الجسم ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها إلا إذا كانت عمليات صغرى هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة لخلو المسار طبعا خلو المسار لشهر ثلاثة صار موجود في صندوق الوصف بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأربعة واحد ثلاثة في تمام الساعة واحدة وسبع دقائق فجرا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره سبع أيام في تمام الساعة ثمانية واحدة ثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحس الآن بنسبة خمسين في المية ولكن في ساعة المساء بتصير منتحسة بنسبة عشر في المية القمر في الجوزاء حتى يوم واحد ثلاثة سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعة المساء بصير منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الدلو حتى يوم 2-3 منتحس الآن بنسبة 25% بساعات منتصف الليل بيصير سعيد بنسبة 10% وبيكمل طيلة النهار على هاي النسبة الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 60% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% قرنس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم نشاط عالي جدا عندكو نشاط بالسفريات القصيرة بالاتصالات بالاهتمام بالسيارات وبالأجهزة الإلكترونية والتقارب من الإخوة والأحبة بطلعك فترة حافلة بالواجبات والمسئوليات على أنواعها أهم شيء إنك ما تتهرب منها اليوم اللي عنده امتحان رح يبدع واللي عنده مقابلة برضو رح يبدع ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بدون عصبية وبدون حدية اليوم رح تكثر عندك زيارات والتنقلات والاتصالات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز كله اليوم رح يكون على الأمور المالية أو أغلبه رح يكون على الأمور المالية اليوم ممكن تحصله على مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي وبعضك رح ينهمك في ضبط ميزانيته أو ترتيب بعض النفقات أو ترتيب بعض الديون وتسديد بعض المصاريف في ممكن يصير فيه قلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية أهم شيء إنك تتجنبوا نزوات التسوق وحاذروا من تهديد الاستقرار المالي اللي ممكن يصير فيه شوية تقلبات مالية اليوم تنشغلوا بمساء المالية متنوعة ومبعض موليد برج الثور ممكن يحصلوا على هدية أو مفاجأة بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر رح يستقر عندكم فعشان هيك اليوم انتوا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها رح تلمسوا انفراج وترتفع معنوياتكم بشكل كبير وتعوضوا كل الضغط اللي صار عليكم في الأيام الماضية رح توجهوا الواقع اليوم بمنطق وعزيمة ورح تتلقوا جواب كنتوا بتنتظروه ورح تتوضح لكم بعض الأمور الأجواء داعمة بشكل كبير حتى على المستوى العاطفي بانتظار كل يوم لقاء أو مرحلة جديدة رح تبدأوا فيها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر رح يستقر في بيت المتاعب اللي هو في الجوزاف عشان هيك يومين وربع بدكوا تتحملوا بشكل كبير فبنال التعب منكم وبدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات خذوا قصة من الراحة ممكن تعيشوا لحظات فيها نوع من أنواع الصعوبة حاذروا من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي واللي بيوعدكم بشيء اعرفوا إنه ما رح يوفي فيه خلال هذا اليوم حاولوا قدر الإمكان إنه ما تعيشوا على أمل ودائما خلي التفكير في أشياء مفاجئة ممكن يصير بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء وهذه فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحد الأصدقاء للكم أو أحدهم ممكن تنجز عملك بشكل كامل اليوم ولكن إذا احتجت لدعم فما في أي مشكلة استشير أهل الاختصاص بتطمئن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء إنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير اليوم رح تنشطوا اجتماعيا ومعظم مكاسبكم من علاقاتكم وبعضكم رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بدكوا تحافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا إنكوا تقدموا أفضل ما عندكم عشان تقدر تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ بدكوا تكونوا على قدر المسؤولية وما تترددوا بطلب رأي أو مساعدة أحدهم دع خجلك جانباً عبر عن آراءك بثقة وجراءة اتجنب أهم شيء الانتقادات والكلام القارس لأنه ما رح يكون لمصلحتك وممكن حتى كلامك ينتفهم بطريقة غلط حاول قدر الإمكان برضو اليوم إنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان رح تنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب واللي بدو يتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات حاولوا إنكوا تبحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما أو تكثر الانشغالات الإدارية عندك فعشان هيك برضو بدك تنتبه لها بعض المتاعب الصحية اللي أجواء جمالا فيها إيجابية عالية جدا حتى على المستوى العاطفي على مستوى الدراسة على مستوى المقابلات والاتصالات قوي جدا برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وركزوا على كل شيء بيتعلق بالمسائل المالية اللي معك شريك فيه زوج، زوجة، بنك، ضريبة، تامين، شريك عمل وسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم ممكن تحتاجوا لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع وشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأقطاع أهم شيء لا تكفل حد ولا تضمن حد خلال هذا اليوم معظم الأمور إلها علاقة بالأموال المشتركة فبدك تكون حذر برج القوس القمر صار مقابلكم تماما بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن هاي الفترة فيها نوع من أنواع صعوبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة بسبب ضعف طاقتك الفترة هاي جيدة لأي عمل مشترك ولكن ممكن تعكسك الظروف وتظهر معاكسات كبيرة نقاش حوار تمفهم خطأ أو عصبية فعشان هيه حاول أنك تضبط عصابك وما تخالف القوانين وما تكون ساخر من الأطراف اللي بتتعامل معك برج الجديد طبعا القمر صار موجود في بيت العمل والصحة فبتكوا تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم وحاذروا من أي تراجع صحي بتعلق فيكم أو بتعلق في أحد الأحبة باكروا لعملكم وتركوا مساحة للغير للتحرك باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة إذا كنتوا مستعدين لذلك اليوم منكوا رح يهتم بمسائل لها علاقة بعمل أو عرض لعمل جديد أو شيء بيتعلق بزملائكم بالعمل فحاولوا أنه ما تفرضوا سلطتكم عليهم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر صار في البيت الخامس يعني بيت الحظ والعاطفة والحب والجمال والترفيه فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا اليوم ممكن تعيش فرحة ونجاح لكن ممكن تضطر لمساعدة أحد الأولاد أو الأحبة وممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك وما تنسى رد الجميل وخصوصا للأشخاص اللي بيدعموك فترة مناسبة للدعم وتلقي الدعم أيضا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم التركيز كله على البيت وعلى العائلة والأمور اللي إلها علاقة بهاي المسائل يعني رح تنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة مثل استجار بيت، صيانة بيت، بيع، شراء، مناسبات عائلية أهم شيء أنك تخصص وقت مهم لعائلتك لشؤونك الخاصة وما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو حتى أمور إلها علاقة بمصاريف الزيادة أو اهتمام بصحة أحد أفراد العائلة أهم شيء أنك تنتبه من الشك لأنه مؤذي بالفترة هاي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا